الرئيس عبدالفتاح السيسي يعرف عن سعادته بتكريم يسر شهداء الشرطة واضع اكليل الزهور على النصب التذكري لشهدائنا الابرار الحكومة تنفي وجود عجز بعقار الانسولين في الصيدليات والمستشفيات الحكومية الاسكندرية في توقيع اهالي المنازل الايلة للسقوط على اقرارات لبقائه مجزول هم واخر الاخبار من تلفزيون النهار اهلا بكم قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي انه شرف بتكريم مسر شهداء الشرطة ووضع اكليل من الزهور على النصب التذكري لشهداء مصر الابرار وكتب الرئيس السيسي تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلة شرفت بتكريم اسر شهداء الشرطة ووضع اكليل من الزهور على النصب التذكري لشهدائنا الابرار الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد امس احتفالية عيد الشرطة 68 بمقر اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة واكد الرئيس في كلمته خلال الاحتفال ان التاريخ سيتوقف طويلا وباعجاب امام التجربة المصرية النابعة من قوة الارادة وصلابة وعزيمة شعب مصر الابي الذي ادرك بحسه الوطني ان مستقبله لن يبنيه احد غيره فصبر وتحمل قسوة الاجراءات الاقتصادية غير المسبوقة في ظل اوضاع اقليمية ومحلية غير مستقرة واضف الرئيس السيسي ان العالم اجمع رأى كيف تحولت مصر في اعوام قليلة الى واحة من الامن والاستقرار واكد الرئيس السيسي ان عيد الشرطة المصرية ليس يوما مقصورا على رجالها فحسب انما هو عيد لكل المصريين واضف الرئيس ان عيد الشرطة فرصة لاستعادة الذكريات وتدبر المعاني والقيم الاصيلة والنبيلة الرسيخة في قلب المجتمع المصري والتي يأتي في مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر ارضا وشعبا مؤكدا ان هذه القيم تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميتة من قبل اهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها والنيل من ثوابتها طمعا في تنفيذ مخططاتهم واهدافهم الخبيثة في القضاء على اسس ومبادئ الدولة الوطنية كما كرم السيد الرئيس خلال الاحتفال عددا من اسر شهداء الشرطة تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الامن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وصفحت التواصل الاجتماعي عن انباء عن وجود عجز شديد بعقار الانسولين وادوية حيوية اخرى في الصيدليات والمستشفيات الحكومية ومن جانبها اكدت وزارة الصحة عدم وجود اي عجز بعقار الانسولين او اي ادوية حيوية اخرى مشددة على توفر الانسولين وكافة الادوية الحيوية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الدولة وبمعدلات اعلى من العام السابق وان المخزون الاستراتيجية لهذه الادوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة ستة اشهر وفي سياق اخرى نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن اكبار اهل المنازل المعرضة للسقوط في محافظة الاسكندرية بالتوقيع على اقرارات لابقائهم بالمنازل ومن جانبها اكدت محافظة الاسكندرية انه تم تشكيل فريق من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمتبعة العقارات الخاطرة والمباني الصادرة لها احقرارات ازالة وتمثل خطورة عالية على ان يتم تعويض المتضررين اما بتوفير سكن بديل او صرف مقابل مدي كما نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعات حول وجود ازمة وقود في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ومن جانبها اوضحت وزارة البترول ان جميع المواد البترولية متوافرة في مختلف انحاء المحافظة بشكل طبيعي مؤكدة ان محطات الوقود في المحافظة تعمل بكامل طاقتها ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الاسعار المعمول بها في السوق حاليا ومشددة على الاهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتذليل كافة العقبات امام مواطنها وتوفير جميع مستلزماتها ختاما كان هذا مجازنا الاخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار دمتم بخير إلى اللقاء